احتضن عمق أهوار الحوازة جنوب مدينة العمارة مشاحيفه بنكهة ضيافة خاصة وهي تحمل أبناء الموصل الحدباء وافدين على شركائهم بالوطن والتأريخ بعد سنوات من فراق قسري ومعاناة طائفية مريرة بين أهل الوطن الواحد مئة شاب تمت دعوتهم لزيارة محافظة ميسان من مختلف مناطق محافظة نينوى ومنها الساحل الأيسر لمدينة الموصل ضمن مبادرة هل بيكم بالعمارة أكبر ضربة لداعش والفكر الداعش وأي فكر متطرفية اليوم موجودنا كموصلين في العمارة ثلاث سنوات الشباب كانوا في محتقنين داخل المدينة محرومين من كل شيء فوجودهم مباشرة انطلاقهم من الموصلين للعمارة بعد ثلاث سنوات هذا شيء عظيم لا يمكن أن يترجم بشكل نحاول أنه نرجع نسيج المجتمعي العراق كما هو عليه سابقا الرسالة واضحة ستصل لداعشهم من وراءهم أننا مجتمع واحد للسياسيين الذين يزايدون بمسميات تسوية والمصالح المجتمعية ليس لدينا مشاكل كمجتمع المشاكل السياسية عليكم أن تحلو مشاكلكم بعيدا عنها كمجتمعات وبحسب القائمين عليها فإن مبادرة هل بيكم بالعمارة تهدف إلى إعادة وشائج العلاقات الاجتماعية بين مكونات الشعب العراقي التي تأثرت كثيرا بفعل عوامل التحريض الطائفي التي استخدمها داعش لتفريق المجتمع إلى جانب مخلفات الاستقطاب السياسي وتأثيراتها السلبية بادرنا أحنا أهل العمارة باستضافة مئة شاب اليوم معانا المئة شاب جئنا الأهوار ميسان هذا العمق الجنوبي حتى نعلم الجميع الأصدقاء والإعداء أنه لا زال العراق قوي لا زال العراق واحد تبل كل صوت طائفي هاي أول مرة نطلع من الموصل بعد التحرير بعد تحريرنا من داعش هاي تجربة حلوة هذا الدليل على أنه العراق احنا إيد وحدة إن شاء الله ماكو فرق بين سنة وشيعة احنا جاي من الموصل قطعنا هذا الطريق كله والحمد لله احنا السبب من دينة العمارة وهاليوم متواجدين للأهوار والأجواء كلش حلوة كونها لبيكم بالأعمارة؟ والله الاستقبال كان حيل حلو وقدرون وضيفون وما قصر فكرة حيل حلوة يعني فكرة أول مرة يمكن تنطرح بالعراق وتضمن جدول زيارة ومشيج الترحيب والمودة كما استمتع الجميع بمناظر الطبيعة في أهوار العمارة فيما ستعمم التجربة على محافظات أخرى هلا بيكم بالأعمارة مبادرة مجتمعية مدنية استضافت خلالها مدينة العمارة مئة شاب من أهالي الموصل الذين عبروا عن سعادتهم بهذه التجربة التي تهدف إلى إعادة الوشائج المجتمعية بين مكونات الشعب العراقي من هورو الحويزة جنوب مدينة العمارة أكرم ربيعي الحرة